السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم وعملين ايه يا رب تكونوا بخير جاي لكم فيديو جديد بس قبل ان نبدأ نصلا على نبي اللهم صلى الله وسلم ومارك عليه سيدة محمد عليا عبد والصلاة والسلام جاي لكم فيديو جديد بس قبل ان نبدأ لا تنسيش باللايك والاشتراك عشي نزيد عددنا ايه هو محتوى الفيديو النهاردة انا هكلمكم شوية عن التشريح في كلية علواء وبالاخص القسم البايكنستري اللي انا فيه وكمان ايه الاقسام اللي بتشرحه وكمان هوريكم فيديو كده انا كنت بصورها كنت في سنة اقولها لسه بصور فيديو واول مرة اشرح ديو ده اكيد مش هكون بفيه بيرفكت او كده ولكن هوريكم من احنا عشنا تجربة ازاي واخفنا او مخفناش والحاجات دي هتشوفها في الفيديو ان شاء الله يعني تكون سنة سعيدة عليكم واللي هياخد تشريح او كده ما يخافش خالص 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 عادي ما بأسنك كده العينة ما تبقى محفوظة في ماده ما تبقى شحية انت بتشرحها بس والهدف منها بيكون لسكشن بتاعك ايه الهدف من التشريح اول اول كده احنا شرحنا ايه انا كنت في كاسم باي كميستري كلية علوم جامعة كفر الشيخ زي ما تعارفين فشرحنا حاكتين بس شرحنا دودة الاسكالي دودة الاسكالي في كتف سنة اولى وكمان الكوكع السحراوي الكنين دولار بس اللي احنا شرحناه مكتب سنة اولى فكان مجرد بس اللي انا كنت بصور فيديو توصيقا لليوم اللي انا شرحت فيه وكان او فرحت بقى واحدة سنة اولى بالتشريح وكده ولكن انا هبرهولكم بمبدأ ايه بمبدأ اللي انتو متخافوش وان شاء الله التشريح هيكون كويس وفضون للناس اللي هي حابة تعرف التشريح وبنستخدم ايه في التشريح طيب هو بيبقى فيه خوف ولا لا ده كله بإذن الله هتشوفوه في الفيديو كده كده انا هبرهولكم ولكن احنا شرحنا دودة الاسكاريس لان فعندنا مادة اسمها زولوجي زولوجي استخدمنا فيه التشريح لان كنا ساعتها بندرس مادة اسمها الفقريات ونفقريات كمان كائنات حياني فالاسكاريس كانت من الديدان اللي احنا كنا درسناها فهما حابوا بقى خلينا نشوف الجهاز الهض الجهاز الاجهزة فيها ونعرف ان هي ذكر او انسة ازاي وكده فاشرحناها الدكتورة هي اللي طلبت بتشريحها فاشرحناها وعرفنا ان الدودة مثلا بتتكون من كذا وكذا اللي هي الحاجات بقى الجوة التشريح دي الاعضاء بتاعتها وكده وكمان بنعرف ان هي ذكر او انسة وطريقة التشريح وكانت علينا ايوه بيسألونا في العملي كده كده انت لو خدت حاجة شرحها في الكلية فانت بطالب بها في الامتحان بيسألك عليها بعدين بيسألك مثلا بيقول لك ايه بتيجي ازاي مثلا احنا شرحنا في المادة دي الدودة والكوقعة فبيدخولوا في الامتحان يقول لك انت بتدخل كده وانت بنصيبك الدودة او الكوقعة اللي هيقع في الدودة اسهل من الكوقع بكتير بس كده كده انت عليك تشريح الكنين وعليك تحفظ الكنين وتحفظ الاجهزة بتاعتهم وتحفظ الاسمة بتاعتها والتصنيف بتاعها ده كله كله لازم ان تحفظه لان ده عملي وعليه درجات كتير فانت بتدخل انت وحظك انت وحظك انت حابب الدودة او حدد الكوقع ما حدش بيختار انت بتقعد كده ويجي لك الملفة في ايدك هتعرف انت كوقع ولا دودة واللي هيبقى نصيبك كويس يعني وحظك كويس اللي هيخد الدودة لكن الكوقع بيبقى صعب شوية في الاسمة الاسمة بتاعته كتير قوي 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 والأعضاء بتاعته وهو الحاجات المطلوب تحفظها كتير جده فاللي هيخد الدودة من نصيبه تبقى احلى من الكوقع بكتير هنزل لكم عرفوكم فيديو الكوقع برضه اللي هو تشريح الكوقع ودلوقتي هعرض عليكم الدودة كده كده مش انا من اشترع اعلمكم كيف تشرحوا الدودة بالضبط وكيف تشرحوا الكوقع بالضبط انت ممكن تفهم مني شوية وانا بشرح لان كنت باشتغل وكانت اول مرة اشتغل فيها فما كنتش اعرف التشريح كون بيعبلوه كيف احنا اول مرة دي كانت تجربة كده ودكتورة فعلا وريتنا ازاي انه شرح وكده لكن انت في الامتحان ستعرف تشرح وحتفتكر اللي انت خدته فكدت مجرد ان انا اتوصيك للاحداث اللي انا كنت شرحت وكده فصورت الفيديو الحمدلله معي الحدد دلوقتي وانا اطلع اوريكم وكده يبقى الدودة والكوقع لو انتو خدتوهم كده كده انتو بتطبيق بيهم تحفظوا الاجهزة كويس من جوه والدكتورة بتعدى عليكم بتسألكم حبة حاجات عن الدودة او الكوقع وبتقول لكم ارسموا لي الدودة او الكوقع والتصنيف والحاجات دي ان شاء الله هيبقى كويس بالنسبالكم بس هي بس عايزة تحفظوا فيها حبة حاجات لان سواء الدودة او سواء الكوقع الاثنين بتحتاج تحفظ اسماء جواها الاعضاء اللي جواها دي كلها بتحفظها بتحفظ الرسم وده كله مطالب بيه فان ما تخافوش كده من التشريح حاجة خفيفة كده خفافي الدودة او الكوقع بيحفظوه في ايه بيحفظوه في مادة كده وانا بشرحها بتنزل مياه ايه المياه دي؟ بيحفظوها في فورمالين الكوقع او الدودة بيحفظوها في المادة دي ولكن اتنا بتشرحها عادي وتمسكها عادي ايه ادوبك بيبقى معاك ايه؟ بيبقى معاك البلت ونازم واجلابز وادوات التشريح انا كنت اعرض عليكم الادوات الكلية هي بتاع الصفرة دي سواء المقص والمشط والدبابيس ده اللي احنا بنستخدمه ولازم ان يكون معاك سابون عشان لما تخلص ممكن تخسل ايدك كده ب سابون او اي حاجه او انت ما لمستش حاجه فالجلابز بيحمي كده ايه ولكن ان شاء الله يعجبكم كده او انت تطمينه حتى منه شوية اكيد مش هستعلمه منه كل حاجه لانه مش يبقى في سوق وكمان انا موريتش الاعضاء اللي فيها ولكن انا موريتكم بس ان انا فتحت الدودة ومجرد التسبيك ولو الكوقع فانا فتحت الكوقع ومجرد التسبيك ومجرد التسبيك في الدودة والكوقع فالوقتي معايا هتشوفوا الدودة ان شاء الله المرة الجاية هتشوفوا معايا الكوقع كمجرد الترفيه واللي انتو بتعرفوا اللي احنا بنشرح ايه في الكلية ده قسم بايكميستري ولكن لو انت قسم حيوان فهتشرح كل حاجه كل حاجه ان شاء الله هتشرحوها حتى سامك البولتي او تقبل كده اللي انتو بتشرحوه يعني ان شاء الله قسم حيوان دايس في التشريح بدرجة فضيع لكن احنا كبايكميستري شارحنا دودة الاسكاريس وكمال الكوقعي الصحراوي يلا بنا اشوفوا معايا دودة الاسكاريس وما تنسوش بقى بلايك والاشتراك